تحية لكم الطبع الأولى في قناة الحياة وهذا أحمد المسلمين يحييكم السلام عليكم واحد فرنسا وإسرائيل من شر ديجول إلى ماكرون العلاقات بين إسرائيل وبين فرنسا هي علاقات مهمة وأساسية لإسرائيل لأن فرنسا ببساطة شديدة هي اللي بنت المفاعلات النووية الإسرائيلية يعني البرنامج النووي الإسرائيلي اللي إسرائيل بتتباه به هو مش نتيجة أي جهد إسرائيلي هو نتيجة الجهد الفرنسي فرنسا هي اللي عملت أنشأت وطورت البرنامج النووي الإسرائيلي وبعد كده فرنسا شاركت مع إسرائيل وبريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر حرب السويس 1956 لكن فرنسا اللي بنت البرنامج أو شيدت المفاعلات النووية الإسرائيلية واللي كمان وقفت مع إسرائيل وبريطانيا في العدوان الثلاثي 1956 واللي كمان إدت أسرار الطيارة الميراج وتركيب هذه الطائرة وتصميمها وخرائطها إلى إسرائيل اللي عملت كل هذه الخدمات الكبيرة وبعضها مش الكبيرة بقى الكبيرة جدا اللي هي متعلقة بالقوة النووية الإسرائيلية إنما من 1967 تغير موقف فرنسا عما قبل الرئيس شارل ديجول وقف ضد العدوان الإسرائيلي على الدول العربية عام 67 وقال لن تعترف فرنسا بضم أي أرض محتلة بعد 5 يونيو 67 وكمل بعد جاك شيراك الرئيس جيسكاردستان كمل نفس رؤية وسياسات الرئيس شارل ديجول وبعد كده جاه الرئيس جاك شيراك اللي هو كمان زار القدس في التسعينات وزار محلات وشاف البلدية الأديمة والحرس بتاعش توك مع الحرس الإسرائيلي وكانوا على وشك أزمة بين تل أبيب وباريس إذن في عهد شارل ديجول من 67 شارل ديجول زائد جيسكاردستان زائد فرنسوا ميتران زائد جاك شيراك اللي أربعة دول خدوا موقف من إسرائيل لكن قبل 67 فرنسا شركت مع إسرائيل فردون الثلاثي إدتها أسرار الميلاج والأهم إنها بنت المفاعل النووي الإسرائيلي نيجي بقى لعهد إمانويل ماكرون الحرب الدائرة الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وعلى الشعب اللبناني خلت إن فرنسا في البداية خدت موقف منحاز لإسرائيل تدريجيا ما تاخد موقف أكثر اعتدالا ولما دخلت إسرائيل ضربت في لبنان وضربت قوات اليونيفيل اللي هي قوات الأمم المتحدة اللي موجودة في لبنان واللي من بينها 700 جندي فرنسي فماكرون قال مش هننقل القوات دي من مكانها مش هنستجيب لكلام نتانياهو بالعكس هنعزز مواقعها وقف ضد نتانياهو بل إنه دعا إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل الخطوة دي بتأيدها دول أخرى زي إسبانيا وإيرلندا إنما دي خطوة تطور متقدمة جدا بالنسبة لدولة غربية كبرى إنها بتدعو إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل صحيح بعد سنة من الحرب صحيح بعد حوالي 44 ألف شهيد في فلسطين ولبنان صحيح إنها بعد 10 ألف مفقود في فلسطين زائد 100 ألف جريح ومصاب وتدمير كل قطاع غزة تقريبا إنما في نهاية المطاف جيد جدا أن تحدث حتى لو تأخرت بعد كل هذا الدمار هذه الدعوة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل التي قادها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في اجتماع في الإليزيه لمجلس الوزراء الفرنسي الرئيس ماكرون قال لازم إسرائيل تحترم القانون الدولي وقال إن إسرائيل نفسها نشأت بموجب القانون الدولي وإنها نشأت بقرار من الأمم المتحدة الرئيس ماكرون بيشير إلى القرار 181 اللي بموجبه تقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيل وفلسطين وبالتالي هذه الإشارة إلى أن إسرائيل أنشأت بقرار أممي وأنشأت بموجب قانون دولي ده معناه إن على إسرائيل أن تلتزم بالقون الدولي وأن تحترم الأمم المتحدة لكن نتنياهو اتضايق جدا جدا مش لوحده كل القادة في إسرائيل اتضايقه جدا من كلمة ماكرون إن إسرائيل نشأت بموجب قرار أممه أو نشأت بقرار من الأمم المتحدة طلع بقنا تانياهو يقول لا ده احنا المقاتلين الأبطال هم اللي عملوا ده دي حرب الاستقلال اللي عملت إسرائيل وبعدين بقاله المقاتلين الأبطال هم اللي عملوا إسرائيل واللي جزء كبير منهم جاه هربا من حكومة فيشي الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية كلام مركب نمرأ واحد فيه إنه بيقول حرب الاستقلال الكلمة اللي معروفة في إسرائيل مقابل حرب 48 أو حرب النكبة لأنه ده كلام مش منطقي حرب استقلال عن مين وحرب استقلال في مواجهة مين ده كان الاستقلال عن الانتداب البريطاني والاستقلال يجب أن يكون للفلسطينيين اللي موجودين واليهود اللي موجودين كفلسطينيين في هذه الأرض الفلسطينية إنما عدي بقى حرب الاستقلال تلاقي بقى الخطأ الثاني فيقول لك إنه المقاتلين الأبطال دول هم مين دول المجرمين اللي قاتلوا الفلسطينيين وعملوا مذابح وإبادة جماعية اللي مشهورة من بينها مسبحة ديرياسين فهؤلاء المتطرفين والمجرمين اللي دخلوا بالأسلحة وقاتلوا كل الناس اللي في القرى وهجروهم وبهدلوهم وعندنا صور كتيرة جدا مروعة والناس شيلة لأمتاع بتاعتها ومشية في ذكرى النكبة اعتبر إن دول اللي كانت عصابات الجرامية يجب أن تحاكم جنائيا اعتبرهم مقاتلين أبطال إنما طبعا نتنياهو لازم يدي كتف لمكرون لازم يدي كتف الفرنسا ولازم يجيب ذكر هولوكوست ويحاول يستخدمها بأي طريقة ويستثمرها بأي طريقة فقال نتنياهو إن جزء كبير من المقاتلين الأبطال دول اللي اتكلمنا عنهم اللي هم ارتكبوا جرائم إبادة جمعية واعتبرهم مقاتلين أبطال جاءوا من فرنسا أثناء حكومة فيشي الفاشية هنا بيتكلم على إيه إنه لما هتلر حكم ألمانيا يضطهد اليهود وآتد اليهود وعمل محارق لليهود اللي هولوكوست الموضوع ده يبعى إنه في أثناء الحرب العالمية التانية كان هتلر بيقود ألمانيا والنازية تحكم برلين وإنه قام بالطهاد اليهود وقتل اليهود ورماهم في المحارق كل ده حصل وإحنا مش طرف فيه ده اللي أتل ألمان نازيين أتلوا يهود ألمان فده موضوع للعرب وللمسلمين طرف فيه لسنا القتلة ولا المجرمين ولا النازيين ولا اللي رموا اليهود في أفران الغاز ولا الناس اللي هما ضمروا المجتمع اليهودي في ألمانيا ما إحناش هؤلاء النازيين اللي عملوا كده بس بعد كده النازيين غزوا فرنسا واحتلوا فرنسا وأسقطوا الحكومة الفرنسية وجابوا حكومة عميلة لهتلر عميلة للنازيين اسمها حكومة فيشي فالحكومة ديت مع السياسة النازية هي كمان اضطهدت اليهود فهنا نتنياهو بيشير لإيه إن فرنسا كمان كانت شريكة في الجريمة لأنه هتلر النازي القاتل المجرم اللي أتل ناس كتير جدا منهم عدد كبير من اليهود لما غزى فرنسا وعمل حكومة فرنسية عميلة هذه الحكومة الفرنسية العميلة أتلت كمان كتير من اليهود ورحلتهم إلى هتلر عشان خاطر يرميهم في المحارق أو أخرجه خارج فرنسا الكلام ده فيه درجة عالية من الكاذب والتدليس لأنه فرنسا وقتها دولة محتلة أنت بتحاسب فرنسا كما لو كانت حكومة فرنسية من داخل المجتمع الفرنسي بتحكم دي حكومة تابعة لهتلر يعني اللي يسأل عن هذا الأمر كله هتلر نفس الجريمة النازية وده مش دفاع عن فرنسا لكن للتوضيح دي حكومة عميلة شارل ديجول كان بيقود بقى الحكومة الوطنية الفرنسية ضد هذه الحكومة العميل اللي هي حكومة فيشي فالمسئولية على هتلر وعلى النازيين إنما لما تحمل فرنسا هذا الأمر ده كلام مش دقيق لأن فرنسا يعبر عنها شارل ديجول قائد المقاومة مش فيشي العميل للنازيين ولنفترض أنتوا أحار مع بعض إنما ألف به عن هذه الأوضاع اللي كانت موجودة في فرنسا أيام فيشي إن جامع باريس كان مفتوح لليهود وإن المسلمين لسيام المغاربة اللي موجودين هناك والجزائريين فتحوا الأبواب لليهود اللي هم مطاردين من قبل النازيين ومن قبل حكومة فيشي يعني المسلمين يعني المسلمين والعرب قاموا بدور عظيم جدا ومسجد باريس بالأساس قام بدور عظيم وإنساني وبطولي وأخلاقي وديني فإنه يغيث هؤلاء اليهود المنكوبين اللي هربانين من هتلر أو من حكومة فيشي العميلة في فرنسا هنا القتل أوروبيين القتل نازيين وفاشيين القتل هتلر وحكومة فيشي إنما اللي آبوا واللي أغاثوا واللي ساعدوا العرب والمسلمين في جامع باريس وفي مساجد أخرى في فرنسا انت بقى هنا اللي بتعمله فرسطين ايه علاقته باللي انت بتقوله مع ماكرون هل الفلسطينيين قتلوا اليهود في الحرب العالمية التانية هل الفلسطينيين رموهم في المحرقة في الحرب العالمية التانية ولا العرب والمسلمين اللي فلسطين جزء منهم هم اللي أغاثوا ونجدوا وحموا عدد كبير من اليهود في فرنسا أثناء الحرب ايه علاقة ده بدا طيب ناس هناك مجرمين قتلوا اليهود انت هنا بتقتل العرب والمسلمين ليه وليه إبادة جامعية وليه وصلنا 44 ألف من الشهداء في فلسطين وفي لبنان ليه وصلنا لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء في غزة ليه وصلنا لتدمير كل شيء موجود في غزة هل ده ليه علاقة بالهولوكوست بالنازية بحرب العالمية التانية ولا انت اللي ظلمت فيما قبل تصدم الآن وقتلت فيما قبل تقتل الآن وتمت إبادتك فيما قبل تبيد الآن لكن بتقتل وتبيد وتظلم ناس آخرين ما لهمش علاقة بالظلم الذي وقع عليك فيما قبل طبعا في جزء من اليهود عنده وعي وإدراك لذلك وبيقف ضد ما يجري في غزة وشايف إنه لا يجوز عشان تعرضنا لمذابح فيما قبل نعرض الآخرين لمذابح الآن إنما نتنياهو ليس من هؤلاء اليهود اللي عندهم اعتدال وعندهم عقلانية في دراسة الأمور نتنياهو بيوزايد على ماكرون بيعايره بحكومة فيشي بيقوله المقتلين الأبطال اللي هم أتلوا الناس في ديرياسين وفي مذابح كتيرة جدا في فلسطين أثناء النكبة 47-48 في الواقع كلام نتنياهو إلى ماكرون يؤكد أنه ماشي في طريق للأسف غير طريق السلام وغير طريق الأمن وغير طريق الإنسانية وغير طريق القانون الدولي ومع ذلك فلسطين التي تمثل بطولة في مواجهة الكارثة لا تزال صامدة وستظل صامدة موقف مصر من هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة وحسب الرئيس السيسي يجب أن تكون هذه الدولة عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى وكل احتلال إلى زوال وفاصل ونكمل